بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إخواننا المشاهدين الكرام أخواتنا المشاهدات الكريمات حياكم الله جميعا السلام عليكم ورحمة الله والبركات نسأل الله لكم ولأمتنا جميعا أطيب الأوقات والعزة والنصر والثبات يا رب السماوات يا مجيب الدعوات يا منزل الآيات أرنا يوما عزيزا لأمتنا العزيزة أرنا يوما تشفي فيه صدور المؤمنين ممن أجرموا بحقنا واعتدوا على مقدساتنا يا رب العالمين بأيدينا وما دم منك وعون اللهم أمين وبعد القرآن العظيم غذاؤنا روحنا ماء الحياة والله نورنا روحنا باختصار هذا الكتاب مرجعنا هدانا هذا الكتاب رشدنا هذا الكتاب طاقتنا الروحية والنفسية والمعنوية هذا الكتاب منه تستمد كنا توقفنا من آيات سورة الإسراء عند قوله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا أولا الخطاب لمن لا تجعل لسيد المخاطبين أولا ثم لكل مخاطب من بعده ثانيا فالنص شامل عام لكن أول من يعنيهم النص من أنزل عليه الكتاب وحاشاه أن يجعل مع الله إلها آخر المستحيل بعينه لكن هذا الإله العظيم سبحانه يربي عبده كما يشاء ويربي أمة هذا العبد كما يشاء ويحذرهم من الشرك لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا مذموما من الوجود كله ومخذولا من الإله العظيم سبحانه ولا ينصرك أحد من الله الشرك أخطر ما في الوجود من المعاصي والكبائر الشرك رأس كل الشر رأس كل الخطايا وسبحان ربي يعني الأمم وقعت في الشرك من بدري من بدري من عهد نوح بدأ الشرك يعني فجر الخليقة بعد أدم على طول قوم نوع اخترعوا أصناما واحد اخترحا فعجبت المعنيين فرضوه على الناس ودرجت بعد ذلك جيلا فجيلا فجيلا خراص وكل نبي جاء يواجه الشرك يواجه الشرك كل نبي وهكذا إلى أن كان قصة إبراهيم كما تعلمون حين سأل قومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال لقد كنتم أنتم آباءكم في ضلال مبين حطموا مياه وترك الكبير لعلهم إليه يرجعون يرجعون يسألون هذا الكبير مش حيجاوب طيب ألا تعقلون الخلاصة بدلما يرجعوا إلى ذواتهم وإلى رشدهم وإلى عقلهم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم اللي هي مش قادرة تدافع عن نفسها إذن هتجيب لكم خير كيف هتدافع عنكم وتحميكم كيف يا الله ما أجمل أن يتفكر هذا العقل وما تسكرش على العقل افتح النوافذ حتى يرى الحقائق ويفكر بطلاقة التفكير لا يأتي إلا بخير ما تغفوش نحن أحيانا بنخاف من التفكير لا يا أبو نحن بنخاف من اللا تفكير مش من التفكير أو من التفكير المقلوب بمنطق منكوس معكوس بنخاف منه إحنا ما التفكير بحد ذاته مطلوب لقوم يتفكرون يعقلون يتدبرون الخلاصة عشرات النصوص تدعون إلى التدبر والتفكر والتذكر عشرات النصوص الخلاصة إذن لا تجعل مع الله إلها آخر الآن انتهت الأصنام الحجرية ما زال لكن نستطيع نخول بالنسبة وبالقياس إلى ما سبق خفت كثيرا يمكن يوقف محل تمثال ويرسم على نفسه إشارات معينة مش هنتكلم عشان ما نعملش حساسيات ولا غيره تمثال حجر يعني قال ما هو بيرمز إلى شيء يا حبي تعيني بيرمز إلى شيء انت موصول بالإله العظيم الذي لا يجسم ولا يشخص ولا يشكل تدعوه مباشرة مش بحاجة إلى وسيط لا حجر ولا غير حجر مش بحاجة إلى وسيط رب اغفر لي فقط إحنا الخلاصة الآن الأصنام أصبحت بشرية يعبدون الزعامات يعبدون منظري الأحزاب يعبدون الفلاسفة يعبدون الفنانين والفنانات معبودة الجماهير معبودة الجماهير the idols يعني الآن صاروا يتفننون في صناعة آلهة مخترعة حتى يزحزحوك عن التوحيد أهم يقصدون نعم ناش يعني ليش نفترض بدناش نفترض أن الناس بريئة براءة مطلقة ليه الناس ملغمة يا أبويا إذا شالوا التوحيد استعبدوا الأمم والشعوب اللي بيخذ الأمم أحرارا التوحيد لا تجعل مع الله إلها آخر مطلقا لا بشر ولا حجر ولا كوكب ولا نجم ولا شمس ولا غيرهم والأولياء الصالحين ما لهم مضوا إلى الله هو مفتقر إلى الله وأنت مفتقر لهذا العبد المفتقر إلى الله مطروح إلى الله مباشرة بجاه سيدي فلان لويش رب اغفر لي ولا جاه سيدي فلان ولا بجاه سيدي علان رب اغفر لي وارحمني وارزقني واسترني واجبرني ونصر أمتنا وحص صفوفنا بدون ما نقوله واسطة بواسطة فلان بشفاعة فلان بجاه فلان بقدر فلان مباشرة صعد دعائك إلى الله ما بده طوابع ما بده واسطة اطلاقا لا تجعل اخواني هذا الدين من هذه الناحية حساسية مطلقة حساسية مطلقة في محلها طبعا مش حساسية مرضية لا حساسية صحية أنه إن خلصت التوحيد ما تبقى من الأمور ثانوي هامشي ما في مشكل لا تجعل مع الله إلها آخر حجرا بشرا أي كوكبا نجما أي كان فتقعد لاحظ فتقعد حتنشل وتقعد لأن أنت يعني فوط بأمورك وعطلت أنت طاقاتك فما عد لا تفكر ولا تخطط ولا تدبر ولا تعمل استراتيجيز ولا غيره يعني أنت ما اعتمد صرت على هذا يدبر لك فتقعد ما أجمل النص كلمة فتقعد الأصل لما كنت متوكل على الله قالك وقل اعملوا اعقل وتوكل ما أجمل هذا الدين نحن متوكلون على الله نبعد لا اعقل وتوكل دبر وتوكل اسعى وتوكل حضر وأعد واستعد وتوكل فتقعد مذموما من الله ومن خلق الله تذم مخذولا أيضا من الله ومن خلق الله لأنه ما بينصرك أحد يعني الأصنام اللي كسرها إبراهيم من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين جو لإبراهيم انت قلنا نسمع تتكلم عن الأصنام هذه ليكون انت اللي كسرتها قال ما هي الكبير واقف ليش محماهم طب اسألوهم إن كانوا ينطقون قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون يا سلام إن حج علي ولا حج عليكم طب مدام لا ينطقون إذن كلفوكم بعبادتهم كيف يا الله تعطيل العقل شوف كيف فك اللغز كان بكلمة فعل عقلك طب هذا الكبير ما همش هيحميك انت طبعا إبراهيم ترك الكبير من أجل أن يقيم الحج عليهم والمسألة من ثلما بنكررها دائما مش مسألة من باب أمر بمعروف النهي عن المنكر لا وإنما تدبير من أجل أن العقل يتفكر واترك الكبير للمحاجة طب دا الكبير اللي وقف فوق رأسهم كده ما دفعش عنهم ليه ما حمهمش ليه هو اللي كسرهم عشان ينفرد هو بالألوهية اسألوه اسألوه خليه يرد عليكم ما سألوه ممكن هو تبرع قال له انت كبير يعني كسرتهم ولا لا ما في صوت ما في كلام ما في رد صنم خشب صنم حجر ينحتون آلهة من حجر يعني نحات شاكوش وإزميل صنع هذا حسبي الله حجر هذا الحجر خلق السماوات هذا الحجر خلق الأرض هذا الحجر بيده الرزق هذا الحجر بيده الأجل ما أجمل التوحيد الآن العالم نسي أصنام الحجر مثل ما قلنا لكن خلقوا أصنام الحزب والقوة والفلسفة والمنظرين والقادة والزعماء والنجوم والفنانين وابتع الكورة بمئة مليون ومئتين مليون يعني نجوم ستارز في السماء توينكلينج يتلألؤون بيصنعوا المعبودات بشرية للأسف بعد ما انتهت المعبودات الحجرية بعد الكلام عن توحيد الإله وتعظيم الإله وأن تؤدي حق هذا الإله عليك طبعا لن نستطيع إنما طاقتنا نحاول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا يا السلام انتقل من التوحيد لترجمة عملية لهذا التوحيد عبادة هذا الإله الواحد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إخواننا والأخوات الإنسان عابد بالفطرة الإنسان عابد بالفطرة عاوز تقول إيش الونود الحمر إن في المكسيك وإن في أمريكا وإن الزنوج في القارة المتوحشون المحصورون في إن في بقايا البرازيل والنزل الناس ما زالوا شبه عراو ما زالوا على البداهة الأولى والبداهة الأولى والتخلف الأول لكن ما في قبيلة من هؤلاء هنود حمر ولا غيره إلا وله أصنام يعظمها ويعبدها إذن العبادة فطرة فلما لم يعرفوا الإله الحق عبدوا الإله الباطل من فضل الله علينا أننا عرفنا الإله الحق ووجهنا كيف نعبده خمس صلوات الصوم الزكاة الحج هذه العبادات بظل بعد هذا أمر بمعروف نهي عن منكر إصداء جميل لصديق لقريب لأرحام لفقراء لمساكين لمرضى خدمة المجتمع هذا كله صور من العبادات لكن العبادات المشروعة الأركان معروفة الشهادتان هذا مش عملي نما العبادات العملية الأربع الصلاة الصوم الزكاة الحج والصوم مجرد امتناء يعني ما في طقوس تؤدى يعني صائم إلى طقوس ما إله بس امتناء الحج كما تعلمون مناسك بتأديها وترجع أديت الركل مرة في الحياة إذن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بعدما وحدته ونبذت الشرك جانبا وصفيت القلب والروح والنفس والإرادة والعزيمة والمشاعر له وحده سبحانه ما بيستحق أن يكون يعني مالئا علي قلبي وروحي ونفسي إلا الله إلا الله لا إله إلا الله ما أجمل دينك رافع رأسك بوغ السحاب إن كنت ممتلئا بها فعلا وقضى ربك قضى أمر قضى أوجب قضى ألزم في قضاء كوني فقضاهن سبع سماوات خلق إذن وقضى ربك أمر مثل ما خلق السماوات أمره كان مقضية أمره كان قدرا مقدورا وقضى ربك مثل ما قضى السماوات فسواهن بدك تستجيب لعبادته وقضى ربك أمر إخواننا أنا والله كسلان ما بصليش إن شاء الله لم ربنا هديني بصير صليه وربنا أنت طلعت الغيب فوجدت لمشهاديك على أي أساس هاي تعلات والشيطان بلقن تسويفات يسوف بها المسارعة للعبادة والمسارعة للتوبة والرجوع إلى طريق الحق قال له بدل أنت لسه شباب يعني تمتع بشبابك أجمل شيء أن تقضي الشباب في طاعة الله وشاب نشأ في طاعة الله طيب من يضمن إذا مارس لنحراف في شبابه أن يعود إلى طريق الصواب من يضمن من يكفله طيب والولد هذا الذي كبر وشب على المعاصي بعد ما أدمن رجعه بها تاني من حيرجعه الكفيل تعالى هاي صاحبك شطح نطح رجعنا يا قال الله من يش طاقة كيف ترجعه من تقولت أنا بكفله هذه كلها مجاملات اجتماعية لا بكفله ولا غيره إذن ما في أجمل من النشأ على طاعة الله لا تسوف تخشى أدمنت أي شيء رحت من يحررك منه بعد صعب وليه بعد ما أغرق في المستنقع أقوم أغسل نفسي وليش أروح المستنقع أصلا ما تظلك في جو الطهارة جو العبادة وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه إخواني والأخوات العبودية لله عز العبودية لله شرف العبودية لله رفعة العبودية لله ارتقاء تحرر بدل ما تكون عبد لميت واحد لا أنا عبد الواحد اللي خلق الكون مش عبد الواحد أنا عبد المأمور عبد المأمور درطبته كامل مأمور قال لي باش أويش يا راجل باش أويش وانت عبد عنده قال لي آه قال لي قول لي من ري أنا سيدي أبو سيدو مش عارف مين أبو سيدو أمثال يعني أمثال قد تال بطالة كم من من شخصية فخيمة ضخمة مدرمين مستعد ينزل على أقدام راقصة لا يا راجل انت شخص معدود مش معقول مش معقول أو مثل ما قل يذيل نفسه لمن هب ودب في سبيل يقضيل مصلحة لا خشمك في السحاب من كان يريد العزة فلله العزة جميعا العزة كلها لله إذا عبوديتك له أنت أعز من في الوجود لن تستعبد لن تذل قد يقهروك لكن لن يقهروا قلبي وعقلي وصلتي بالله عز وجل ما بيصل ليه أحد أصلا حتى يقرني ممكن يقر لساني يقر يعني بيروون لنا إخوان اللي مروا بتجربة المصريين نسو الله الآفية لنا جميعا إن أحيانا بيظل يجهد وفينا ما يقول أنا أعبد فلان من اللهم باللسان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان هذا عند ربنا ما نوش ما نوش اعتبار للاعتبار اللي مندفع من قلبه نحو آلهة غير الإله الحق العظيم يا الله ما أجمل هذا الدين لو عيناه لو عقلناه لو تمثلناه لو عشناه لو طبقناه عشان نجني حلاوته نجني متعته نجني فائدته يا رب متعنا بأن يمتلئ القلب والعقل والروح والنفس بالتوحيد المطلق لا ترى مع الله شيء بقطع عيشتك بقطع راتبك بقطع رزقك بقطع حجي انت الرزاق وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون إذن ما في أحد يستطيع أن يمنع انت بقطع رزقك إذن انت الرزاق اقطعهم مش عمد نتحدى البشر لا هذه عقيدة يا أمويا بقطع رزقك يا راجل يا راجل يا راجل إذا انت الرزاق اقطعه ولا تشغل بالك إن لي ربا رزاقا فوق الوجود ما بأثر على قراراته أحد قرى أن يرزق بجي الرزق رغما عن الدنيا جميعا ولذلك لا تخف على الرزق لا تخف على مصلحتك لا 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 اربطها بالله عز وجل والمقدر كائن إما بعزة وإما بذل لا يجي المقدر وانا عزيز يجي المقدر وانا ذليل لوش إذن الدين وعزة من كان يريد العزة من أي مش استفهام لكن نحن أنا بصيغة استفهام مثلا يعني مين بدوا كلنا نعم نريد العزة هل سرقتهم السبل الموصلة للعزة قالوا الحقيقة لا لا والله إنما إن شاء الله على خير يعني بعد مئة سنة مثلا أمة الإسلام ما لها أمة الإسلام كانت رمز العزة في العالم الآن رمز الدل في العالم رمز الهوان في العالم العالم كله الرئيس مش إله في العالم العربي عالم التوحيد الرئيس إله في الأرض أنا أفعل ما أشاء يا الله يا الله ويا نمة التوحيد آهن آهن لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبد إلا العبادة شرف عز فخر ارتقاء إيو الله إيو الله عم بقبل إيدين ورجلين والله الشباب يعني أنا أقول لك من يحقق معهم من صهاينة ولا غيره بذل بالسيجارة موعد يحقق هذاك مسكين يتلمض أجب لك سيجارة ياريت لويش تعود نفسك على هالعادة المذلة لويش بقى سيجارة لا مش عاوز أنا بطلت مثلا يعني انطلق حرا لا تجعل شيء يستعبدك إطلاقا إطلاقا كانوا يذلوا بعض الشباب المدخنين يوعد المحقق يدخن وينفق فوجه بعدين ورجي السيجارة يا السلام سيجارة تركعك يا أخ العرب لا يا رجل وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا وأحسني للوالدين لا لا فعلك أنت مقدم على الوالدين لا وبالوالدين إحسانا هم السابقون في الوجود والسابقون في الذكر يعني سلام على القرآن ولا حض للباء وبالوالدين إحسانا ما لها باء إلصاق يعني إحسانا ملتصقا بالوالدين لا ينفكوا لا ينفصموا لا ينفصلوا لا ينقطعوا لا ينفردوا إطلاقا وبالوالدين إحسانا مطلق إحسانا مفتوحا إحسان في ماذا مطلق بالكلمة بخدمتهم برعايتهم بتعهدهم باحترامهم بإكرامهم بتقديمهم باعتبارهم خلي بكرامتهم والله يا أبا خلصنا ما تفقدتوناش يعني لا تخلي يسأل الله أكبر قبل ما ينتهي الشيء من عنده بكون جايب له ياه وبالوالدين إحسانا إحسانا لاحظ الإحسان أن تبلغ القمة في كل شيء ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان تذكروا قال هذا جبريج يعلمكم دينكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم سأله عن الإسلام أجاب ما الإيمان أجاب ما الإحسان قال له أن تعبد الله كأنك ترى يعني هذا قمة العبودية أنه كأنك ترى الإله العظيم سبحانه فتخشع بين يديه غير البصلي ومليون دوايا براس وحسابات الدكان وحسابات البطاعة وصلت ولا ما وصلت جمرك ولا ما جمركوش جرمون في الجمر كل ما جرموناش مدبرة مدبرة هذا مسكين ما وعى من صلاته شيء ذا فتع كل هالملفات والدوايات والهدر في رأسه هدر يعني الصوت الضخم هدير وطنين المال وغير المال والإعزابات والفواتير والسداد والدين ومن بطالب واش بطالب شغلة المواطن المسكين الله يكون بعون المواطن وين في المكسيك نحك عن المكسيك أو كواتيمال أو فورتوريكو زي بعض زي ما بدك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا مفتوحة مطلقة إما يبلغن عندك الكبر إما يبلغن الكبر مطلقا لا إما يبلغن عندك الكبر يا سلام أحدهما أو كلاهما عندك أبويا والوالدة أقعدوا إيانا رحمة الله عليهم يا ليت الوالدة فقدناها في الإعداد وإن شاء الله كانت نعمة الوالدة إن شاء الله الوالد فقدنا يعني بعد الدراسة الجامعية عمر بعدها قرية الخلاصة لكن نتمنى لو تتاح لنا الفرصة من فضل الله يعني ما قصرنا معهما طاقتنا الحمد لله لكن هم أكرمونا مليون ضعف مليون ضعف وبالوالدين إحسانا يعني بعد ما توفت الوالدة بالإعدادي أنا اللي خطبت له ثالث إعدادي رحت على الناس قلت لهم أنا أخطب بنتكم للوالد وأنا دفعت المهر أيها الله كانت الوالدة محضرة بعض المال تقول لي تكمل دراستك أمية فدفعتها مهرا للوالد توفيت الثانية في الولادة خطبت له الثالثة هذا موضوعنا الله يهديكم لا إله إلا الله يعني هذا بعض 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 حقهم علينا والله ولهم الفضل جزاهم الله خيرا إما يبلغنا الكبر عندك لا إما يبلغنا عندك الكبر عندك الكبر يعني الأصل يكون تحتعينك في رعايتك وتعهدك أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف أحيانا يعني بصير مطالب الكبار زي مطالب الصغار يعني بفطن أشياء بسيطة ودقيقة يا أبونا كلهم في مطالب يعني شو شو اللصة أوعى أوعى تعبد الإله بطاعة الوالد وتنفيذ رغباته دون سآمة دون ضجر دون ملالة دون ضيق دون تأفوف حتى تؤجر مع الآية إن شاء الله تعالى في الحلقة الجاية كونوا معنا أيها الكرام دائما إن شاء الله نستودعكم الله حياكم الله ثبتكم الله وإيانا معكم طبعا السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة